أذكر لكم مثالاً واضحاً من أمثلة التثويل سأعود إلى سنة 1989 كنت في إيران وتحديداً في الأيام التي توفي فيها السيد الخميني وبشكل مشخص كنا في مدينة قم في بيتي أحد المشايخ من تلامذتي كنا جمعاً من الحوزويين جلاساً في ذلك البيت وبالتحديد في اليوم الذي صلى فيه السيد القلبايقاني الذي يلقب في أجواء قم بزعيم الحوزة العلمية السيد القلبايقاني كان يصلي على جنازة السيد الخميني وينقل ذلك بشكل مباشر عبر التلفزيون وكنا أنا والذين معي في ذلك المجلس نشاهد التلفزيون نشاهد مراسم أداء صلاة الجنازة على جنازة السيد الخميني والذي صلى عليه السيد القلبايقاني كانت صلاة مليونية وحين أقول إنها صلاة مليونية هذا القول حقيقي ملايين من الناس حضروا وتابعوا حين أقول من أنها صلاة مليونية أتحدث عن الذين حضروا الصلاة وحضروا التشييع وتابعوا التلفزيون لا أتحدث عن الذين قاموا بأداء الصلاة إنما هي صلاة مليونية اطلعت الملايين عليها وتابعتها من الذين حضروا الصلاة من الذين شاركوا في التشييع ومن الذين تابعوا عبر التلفزيون وكنت أنا والذين معي نتابع عبر شاشة التلفزيون السيد القلبايقاني لم يحسن صلاة الجنازة على المستوى اللغوي وعلى المستوى النحوي الصلاة موجودة لها تسجيل فيديوي بالصوت والصورة سأعرضها لكم في برامج قادمة وسأشير إلى مواطن الخلل في صلاته على المستوى اللغوي والنحوي وهو جاء إلى الصلاة مستعداً هذه أهم صلاة صلاها في حياته إنه يصلي على السيد الخميني وقد حضر في الصلاة من حضر من الشخصيات السياسية العالمية ومن كبار الشخصيات في إيران صلاة على السيد الخميني سنة 1989 فلما صلى السيد القلبايقاني كانت صلاته معيبة وأكثر من هذا كان هناك شيخ كان هناك شيخ يقف إلى جانبه يعلمه ألفاظ صلاة وهذا واضح في الفيديو أيضاً مع تعليم الشيخ إليه هو أخطأ في قراءة الصلاة وكان هذا بمرأة ومسمع من الجميع والفيديو موجود بالنسبة لي ما هو بغريب هذا حالهم جميعاً وقد عرضت لكم صلاة مشابهة حينما عرضت لكم صلاة بشير النجفي على جنازة قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ومن معهم حينما صلى بشير النجفي المرجع المعاصر صلى صلاة خاطئة وكذلك عرضت لكم صلاة صادق الشيرازي المرجع المعروف على جنازة زوجة أخيه محمد الشيرازي وكان فيها من الأخطاء أيضاً وعرضت غير ذلك في حلقات برنامج شهر رمضان ألف أربعمية واحد وأربعين للهجرة فما هو بغريب بالنسبة لي التفت إلى الحاضرين وهم أحياء جميعهم أحياء وقلت لهم انتظروا يوم غد أو بعد يوم غد ستسمعون كرامة تحكى عن صلاة القلباقاني فعلاً في اليوم الثاني في أوساطكم انتشر هذا الكلام أي كلام يقولون من أن السيدة القلباقاني أخطأ في صلاته وما كان محسناً لصلاته لأنه كان مرتبكاً لماذا؟ فإن صاحب الزمان كان يصلي أمامه لا أدري هل أن صاحب الزمان صلى قبل الجنازة أو فوق الجنازة لأن القلباقاني كان واقفاً بشكل ملاصق لجنازة الخميني فهل صلى إمام زماننا فوق الجنازة أو صلى أمام الجنازة كذب هو هذا وهذه الكرامة نقلها من نقلها من الخطباء الإيرانيين على المنابر في الأيام التي كانت تعقد فيها مجالس العزاء لوفاة السيد الخميني والشيعة حاضرين للبكاء ما إحنا استادية استادية بالبتش والنياحة فما أن يحدثهم الخطيب ويبدع الصراخ والبكاء والنحيب وهو كذب أساساً أراد أن يستر عورة السيد القلباقاني في عدم قدرته على أداء صلاة الجنازة بشكل صحيح والله هكذا جرى الأمر وهكذا تسير الأمور وهذا هو التثويل